صباح الخير اليوم راح نحكي عن برج الحوت الشهر السابع 2018 الحوت بالشهر السابع عم شوف انه بلشنا بدنا نحكي عن العمل والدراسة الحوت بالشهر السابع العمل طبعه كويس بس البعض منكن ترك او بده يترك او على شوي انه راح يترك ورح يجي فرص عمل او جاء فرص عمل تانية ورح يبلش ينتقل خلال شهر بين 12 يوم لشهر طبعا هيدا للبعض منكن فرصة العمل اللي تركه كانت فرصة جيدة بس على ما يبدو انه ما كان كتير مبسوط كان حابب يسيطر على الوضع هو اكتر يعمل كنترول اكتر هيدا الشي ما توفق فيه هيدا سبب من اسباب انه اضطر يترك العمل ولكن ما كان على اختلاف اراء او اي شي سيء كان مجرد تعنط اما العمل اللي حيروح له جديد عم شوف انه حيكون فيه سعيد اكتر بس ما رح يكون له السيطرة اللي هو بيتمنيها او المركز اللي كان عنده قبل بس الامور رح تكون اهدى بكتير الدراسة عند الحوت عم شوفها لا بأس فيها جيدة بحاجة انه الحوت يقضي وقت اكتر من الدرس بس عم شوف انه فيه نجاح فيه نجاح البعض منكم نجاح وعمل مجهود كويس وخصوصا شباب ونساء الحوت دراسات دراسات عليا عم شوف انه عملوا كتير منيح بعض نساء الحوت عنده عدم تركيز على الدرس الفئة يلي عم تشتغل وتدرس بزيت الوقت عم شوف انه بده مساعدة بده دعم من حدا او صديقة او تلميزة تانية لانه غير متأكدية صارة مل كأنه شخصيتين شخصية واحدة ساعة بده تدرس ساعة ما بده تدرس الساعة بده تبطل ساعة ما بده تبطل فمنها عارفة شو بده تعمل موضوع الاطفال شاغل بال الحوت هيدا الشهر ومسيطر عليهم فكريا ومعنويا الاشخاص اللي حابين يكون عندهم اطفال او يجيبوا اطفال او حتى انه يتبنوا اطفال او يجيبوا يحضنوا من ضمن عيلتهم او حدا تاني عم شوف الشريك غير موافق على هالامور او الشخص اللي حيكون شريكك فجربي احكي معه وتأكدي يشوفوا شو بتكون تعملوا بعد زواج للحوت بشهر السبعة للنساء حيكون على سفر رح تفتح الباب والمجال رح يجي فلوس من بره رح يصير كلام اغتنام للفرص والسفر رح يتقدم لصبايا الحوت صبيت الحوت رجل معه مصاري اكبر بالعمر ممكن يجيب لك مرحلة جيدة بس ما عم شوف اذا رح يجيب لك سعادة ولكن البعض منكن مش فارق معهم بدهم بس يتجوزوا لو كيف ما كان او شو ما كان مش مهم مين وكيف وهل يجلب السعادة او لا والبعض منكن بدوا ينتبه لانه عم بيصرف شوي زيادة فانتبهوا على صرفكم بالشهر السابع خليني ارجع ارتب الامور ونظمها شوي حتى ما تقولولي الكلام متلخبط بليز اتسمعوا على الفيديو كتير مني خليني نحكي عن رجال الحوت الشباب 25-35 بالنسبة للحب اصحاب هاي الفئة عندهم اكتر من علاقة البعض منهم علاقتين محترين مين بدهم يختاروا وعلى الاغلب مجدودين الى المرأة اللي تبعها نارية ممكن اسد قوس على الاغلب اسد او اتباعها تحكمة المواثفات النارية سريعة الحركة بجوب سرعة عصبية شعرتها شوي فتحين يعني ممكن يكون عندها بسينة مثلا بسينة بالعراقي يعني بزونا بس بباقي اللغات صراحة ما بعرف بالسوري يمكن قطة او بسة باللغات التانية انتو بتكون تساعدوني بليز تركوا لي كومنت بالكومنت باكس لعرف شو هي القطة او البسينة او البزونا ممكن يكون بس مش بالضرورة انو لازم يكون عندها بسينة يعني او يكون عنده بسينة المهم فهايدي الفئة رح يختاروا اكتر اللي عندها البسينة بس بس يعني هي ما رح تكون اختيار موفق البنت التانية افضل اللي هي حتكون ترابية المعشر ممكن عزراء او جادي الجادي عم يطلع كتير عندي ممكن اما رجال 45 45 وما فوق فعم شوفهم جاهزين يتجوزوا جاهزين يفتحوا بيت جاهزين يختاروا وعم شوف انو في حكين حكاوا ان شاء الله في زواج لالكم بهالمرحلة نساء الحوت الصبايا الصغار عشرين خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين بهالمرحلة عم شوفكم كأنو حابين تمشوا العلاقة على زواجكم يعني في عروض تقدم عروض نعرض عليكم بس انسحقتوا لانو بدكن الشيكون وفصل عزوكم يعني ما بعرف هون التوفيق صراحة منو كتير عالي رجعوا حسابتكن شوفوا شو بتكن تعملوا حتى العلاقات اللي انتو يعني فيها علاقات ما هي بالزواج كمان ما ماشي عزوكم فهيدا الشهر ما كتير بيحمل هدوء بيحمل شوي من المشاحنات خلينا نحكي عن مطلقات برج الحوت اللي حابين يرجعوا يتزوجوا لكل الاعمار هيدا الشهر منو كتير شهر مهم مشاحنات عالية حتى مع المطلقينه يعني او الحبيب اللي تركينه او اللي هو مدموجين كتير بالمشاكل والمشحنات العالية ومركزين كل فكركن على الفراغ اللي تركوا الحبيب اللي يعني كأنكم مطلقات فكلمة طلاق هون مش بضرورة يكون فيه ورقة وقلم وانفصال حتى الانفصال بعدكن هلأ مشغول فكركن وليش وكيف ومصر متل ما بدي وعزو ايو وشو عملت وشو سويت وهيك ما عم تستوعبوا الاحداث وحتى عم جربوا تعملوا مشاكل الشريك اللي انفصل او اطلق فانتبهوا لهالمرحلين اما رجال المطلقين من برج الحوت عم شوف عم يرجعوا يبنوا وضعهم حابين يتزوجوا في عندهم زواج في عندهم عدة اختيارات بعض منكم رح يتعرف على حدا او تعرف بشغله بأثناء عمله رح يتزوج شخص يعني ست من عمله او من ضمن محيطه احتفالات سهرات دهرات خطوبة فرح موجود للحوت الرجل المطلق اما رجال الحوت الصغار ما بعرف اذا حكيت عنهم او لا فكمان اني اخذين متل دور ستات الصبايا الصغار اللامبالاة واختيار النساء الغلط اه برضو طلع رجع زات الطوابع النارية اه فرجعوا شوفوا حسابيتكن لانه شي عم مسبب لكم نوع من القلق وجع الراس والمبالاة انا حكيت عن الحمل بشهر سبعة ما بعرف بالنسبة للحوت للبعض منكم جيد جدا اه خصوصا الحيتان اللي عاشين على المي حد البحر اه او البحيرة بحيرة بده تكون بحيرة جارية مش بحيرة راكدة يعني فيها مستنقع لا بحيرة جارية عم شوف انه الاشخاص هول عندهم حمل عندهم فرح بخصوص هالشي عندهم ايجابية البعض منكم ما بيعرف انه حامل هو الرادي حامل بس ما بيعرف رجعوا الطبيب شوفوا يمكن يجيكون اخبار حلوة ان شاء الله اما السمروات اللي من برج الحوت اللي عايشين بالداخل فعم تلاقوا شوية صعوبة للبعض اللي زوجة كبير بالعمر والله اعلم رجعوا شوفوا شو الوضع وشو هو السبب وان شاء الله تفرج الامور على الجميع شو بعد بقي ما حكينا عنه الريل استيت العقارات من نسبة للحوت بشهر سبعة ما كتير عم تشوف فيه بيع وشراء وهالقصص بعض منكم حابب انه يستثمر بس الامور من كتير ماشي بمصلحته بهيدا الشهر بتعدوا عن البورصة بتعدوا عن العقارات والاستثمارات بهيدا الشهر بتعدوا ان اي شيء له علاقة بالانترنت والاكشن الاكشن يعني لما واحد بيحط مبلغ على شيء بيجي واحد تاني بزيد عليه صراحة ما بعرف شو يعني بالعربي شو بتسموها مناقصات مناقصات او عارض يعني انا مسلا بارد على هالشغلة فردا عشرة دولار بيجي واحد بقول عشرين واحد بقول ثلاثين واللي بترسى عليه هو بياخدها هيدا الاكشن فبتعدوا عنه هيدا الموضوع بهيدا الشهر لانه مش مناسب لالكن لرجال المال والاعمال بالنسبة للحود شهر سبعة شوي الشريك الشريكة او الشريك المادي بالعمل هيدا الشهر بتعبكن شوي بس بعدين بتروق الامور بتنسحكوا عالبيت بتعدوا بتفكروا بتلاجوا حساباتكن البعض منكن حيفك الشراكة او متخيل انه لازم يفك يمكن يكون بمصلحتكن نساء الحود العمل والاعمال بالنسبة لنساء الحود شريكك شريكك متعبك شوي او الشخص اللي عم تشتغلي معه متعبك شوي لازم يكون شريكك دائما اوعى بالاختيار او بجوز يعني خبرة يكون عنده افضل البعض منكن عنده مجال جيد او شريكك او شريك النساء او المسؤول فيه 2 شركاء واحد اصغر من واحد بالعمر واحد بجوز يكونوا من نفس العمر بس عنده واعي فكري اكبر واعلى وشاطر بالمحاسبة المحاسبين الموجودين اللي بشارككم محاسبين جيدين استمعوا لكلامهم حاولوا ما تكونوا عم تبعز امصرياتكم او فيه تبزير بشكل عام شهر 7 وشاطر بالمحاسبين لا بأس به جيد فوق ال 50% خليني قول 56% من الشهر جيد بيحمل اخبار جيدة رجعت اللي بشوف انو الحمل الرجل متزوج مرتين بالنسبة للحمل والولادة الستة اللي فاتحة عنده بترجع ان شاء الله بسرعة عندها حمل شكرا كتير للكون ان شاء الله كون مضيعتكم بهالبرج سموا عليه شوي شوي احيانا المعلومات بتجي بسرعة لماما سير براسس وداونلود ممكن انا شوي افوت الامور ببعدها بس بتصور انو كان واضح مرسي كتير للكون تركولي كومنت وعملو شير خلي الكومنت حضرية حتى مصير في حازف